جهود مصرية دؤوبة لا تتوقف لتسوية الأزمة الراهنة في السودان واحتواء تداعياتها في هذا السياق جاءت دعوة القاهرة إلى عقد قمة لدول جوار السودان لوضع أليات فاعلة لإنهاء الصراع في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى الرئاسة المصرية أعلنت أن تلك الدعوة جاءت حرصاً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات لحل الأزمة جمع دول الجوار المباشر للسودان على طاولة واحدة ربما يحمل في طياته فرصاً أكبر لتسوية الأزمة في ضوء ما تتركه الأزمة من تبعات هي الأكثر وطأة على تلك الدول بشكل أو بآخر ما يجعلها أجدر وأحرص على طرح حلول واقعية قابلة للتطبيق تحركات القاهرة في مجملها ومنذ بداية الأزمة تستند إلى ركائز أعلنتها في مناسبات ومحافل عدة أبرزها ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها وحقن دماء الشعب السوداني والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة بأكملها والتأكيد غير ذات مرة على أن الأزمة في السودان شأن داخلي توقيت القمة يحمل دلالات كبيرة حيث إن مصر التي فتحت أبوابها لعشرات الآلاف من السودانيين ولا تكل في تقديم العون لشعبه ارتأت أن هذا الوضع يستدعي جمع دول جوار السودان وترسيخ مبدأ التكامل لا التنافس وصولاً لحل يحقن دماء السودانيين ويحفظ وحدة الجار الجنوبي لمصر ترجمة نانسي قنقر